في وقت التسعينات بعض الشباب ومعهم شوية ناس أكبر منهم في السن ابتدوا يلبسوا إسويرة في إيديهم وعليها حروف ميمقاف يه يه اختصار لماذا قد يفعل يسوع دي فكرة عظيمة وتذكرة رائعة وأداة جميلة للشهادة لكن بعض رجال التسويق العبقرة حول الفكرة المميزة دي لموضة يحذروا ومرة حصل شفت في التلفزيون من سنتين كده مجموعة شباب كانوا لابسين الإسويرة دي والشاب كان بيسألهم مقدم البرنامج يعني كان بيسألهم عارفين ميمقاف يه يه اختصار لإيه بالزبط وما كانوش عارفين ما كانوش عارفين خالص وبطريقة مشابهة لما الله قال لإسرائيل إنهم لازم يحبوا الرب إلههم من كل قلبهم من كل نفسهم من كل عقلهم هما كانوا بيقروا الكلمات دي سدقوا الكلمات دي اللهوتيين اليهود خلال السنين أخذوا الكلمات دي من التسنية وأخذوها من العدد وحطوها مع بعض وسموها شامة جاية من الكلمة العبرية اسمع وصغي اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد وفي زمن يسوع الفرسيين كانوا بيقروا الشامة مرتين في اليوم مرتين في اليوم لكن حياتهم بعيدة عن محبة الله مرتين في اليوم كانوا بيقروا تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وعقلك ولما رب المجد جيه رفضوه وصلبوه عايزكم تسمعوني كويس هنا اللي كانوا بيقلوا بشفاههم كانوا بينكروه بكل حياتهم اللي كانوا بيقلوا علنا كانوا بينكروه في حياتهم لكن أنا هقولكم على عجالة أغلب المسيحيين في أيامنا بيعملوا كذا ممكن تقولوا هتقولوا أصدق إيه بالكلام ده أصدق إيه أننا نشبه الفرسيين اسمعوني كويس من فضلكم غالبا بنرنم الترنيم لكن بننكر كلمات الترنيمة كل يوم في الأسبوع كل يوم فكل حاجة بنمارسها في تعاملاتنا مع الناس بننكر الكلمات دي بنعمل بالضبط زي اللي عملوا الإسرائيليين لما كانوا بيقروا الشامة مرتين في اليوم لكن باقي حياتهم ما كانش فيها أي محبة لله غالبا بوقف نفسي لما أقول ترنيمة أو قرار بقف بقف فعليا بعمل كده بقف واسأل نفسي هل فعلا بقصد هل فعلا بقصد ناوي أطبق الكلمات دي هل فعلا ناوي أحفظ الوعود هل فعلا بعيش الكلمات اللي بانطقها دي الله بيسمع والكتاب قال قال إننا سنعطي حساب عن كل كلمة نطقنا بيها بلسنة بنرنم بحبك يا رب أكتر من أي شيء تاني بسأل هل فعلا بحبه أكتر من كل شيء أكتر من كل شخص هل أنا فعلا بحبه ولا بس برنم وخلاص لأن الترنم شيء جميل رنم اسمعني اسمعوني غالبا بوقف الترنم وبسأل نفسي هل أنا فعلا عايزوا شكلني بالطريقة اللي أنا مش عايزة تشكل بيها يا ستات عارفين بتقولوا إيه لما ترنموا شكلني بتقولوا إنه أنا هاخضع لسلطة زوجي الروحية مهما كنتم وفق أو لا ده معنى كلامكم يا رجالة عارفين بتقولوا إيه لما بترنموا شكلني اصنعني أنتو بتقولوا أنا هحط اهتمامات مراتي قبلي كل مرة يا شباب عارفين بتقولوا إيه لما بترنموا يا رب شكلني اصنعني أنتو بتقولوا هطيع أهلي بدون أي شروط طبعا سهل نرنم سهل نرنم زي ما كان سهل الفرسيين وإتيسوه عنهم يقروا الشامة مرتين في اليوم لكن حياتهم كانت بعيدة عن محبة الله من كل قلبهم من كل نفسهم من كل عقلهم بصوا على متى إصحاح 22 أنا إله إبراهيم إله يعقوب ليس إله أموات لكن إله أحياء لما الجموع سمعوا الكلام ده زهلوا من تعليمه زهلوا سمعنا أن يسوع أسكت الصدقيين الفرسيين اتجمعوا واحد منهم خبير في الشريعة سألوا السؤال ده يا معلم أي الوصايا أعظم في الشريعة رد يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل عقلك دي أول وأعظم الوصايا ومثلها تماما تحب قريبك كنفسك دلوقتي دلوقتي خلينا أقول لكم النص الحقيقي بيقول إيه النص الحقيقي ماشي بنشوف يسوع آسع الفرسيين عارفين ليه كان آسع الفرسيين لأن ما كانش بيحب نفاقهم ما حبش حقيقة إنهم يقولوا حاجة بقفاهم ويعيشوا حاجة تانية ما حبش حقيقة إنهم كانوا بيتلعبوا بيه كانوا 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 متلعبين كبار كانوا بيحاولوا يتلعبوا بيسوع وهو ما حبش كده يسوع كان حنون جدا على الفقرة على البائسين على المحتاجين على الشخص المسقل بالخطيئة وعايز يتوبه ويرجعه لكن كان آسع الفرسيين بسبب نفاقهم وده سبب إنه أطلق عليهم مسميات سماهم زي الأبور لأنهم من الخارج تبدو نظيفة وتظهر مطلية وجميلة لكن من الداخل مليانة بعظام إنسان ميت ففعليا اللي كان الفرسيين بيعملوه ويمكن تكتشفوا ده في الإنجيل كانوا بيحاولوا يخدعوا يسوع دي معنى كلمة يختبروا ومعنىها يخدع كانوا بيحاولوا يخدعوا يسوع وكانوا بيحاولوا يلاقوا طريقة يخدعوا عشان يوقعوا يوقعوا ليه لما ما إدروش عارفين إيه اللي حصل اتجمعوا سوا كان عندهم مؤتمر كان عندهم استشارة وقرروا يبعثوا محامي دي معنى كلمة خبير في الشريعة يعني محامي ده معنى كلمة دلوقتي قبل ما كمل أكتر عز الأصدقاء عندي هم محاميين فأنا بس عزكوا سامحوني في اللي هقوله دلوقتي أعداد 34.35 من متى 22 لكن لما سمعوا أنه يسوع أسكت الصدقيين فجمعوا نفسهم معا وواحد منهم محامي سألوا سؤال ليختبروا يمتحنوا يخدعوا كلها نفس المعنى حلو أن يكون عندك محامي قصدي وإلا وإلا مش هيكون في حد قادر يشرح لباقي الناس ليه إحنا بنحتاج لمحاميين خلال حرب الست أيام بعضكم يفتكر حرب الست أيام في 67 كم واحد فيكم يفتكروها في 67 سبب أن إسرائيل فازت على جرانها العرب في الحرب علشان الجنرال موشا ديان كان استراتيجي محنك ونشوف هنا خطة إزاي للحرب ببساطة هو جنة كل الناس لكن حط المحاميين في خط الأمام مش علشان يتخلص بينهم سألوه لي علشان لما أقول هاجم هيعملوا ده من كل قلبهم في مسأل يهودي من زمان مسأل يهودي بيقول كده بيقول اتنين مزارعين عندهم بقرة واحدة واحد منهم كان بيشد البقرة من رأسها والتاني كان بيشد البقرة من دلها واللي حلب البقرة محامي طيب نشوف الكتاب بيقول محامي جاء علشان يخدع يسوع سألوا يا معلم ما هي أعظم الوصاية على الإطلاق في رأيكم كانوا بيعملوا إيه؟ فكروا إنهم لو أي شخص يماثل يسوع لازم يكون محامي والهدف طبعا إنهم يلاقوا حاجة يتهموا بيها يسوع ببدع ويشوهوا سمعته الهدف طبعا كان الكشف عن المسيح إنه دجال ويهيجوا الناس ضده لكن بدون تردد يسوع يسوع بص للراجل والباقي الناس وهو فعليا يسوع قال لهم اللي كانوا متعودين يقروا مرتين في اليوم ما قال لهمش أي حاجة جديدة قال يجب أن تحبوا الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل عقل اسمعوني كويس هنا إذا فاكر إن السلسلة دي من الرسائل كيف تحب يسوع إذا فاكر إن هقول هديكوا بعض الأفكار اللامعة معرفتهاش قبل كده إذا فاكر إن هديكوا بعض الإعلانات إذا فاكر إن إن وقف هنا عشان أبهركوا بعض المفاهيم الفريدة الجديدة عليكم إذا فاكر إن وقف هنا عشان أزهلكوا بعض المفاهيم اللامعة إذا فاكر إن بحاول بحاول إني أبهرك قوي ببعض المعرفة الجديدة إذا فكرت في كده إذا فهمت غلط كل الرسائل دي إذا رب المجد جاوب الفرسيين وقال لهم اللي كانوا عارفينه أصلا يعملوا اللي كانوا عارفينه في عقلهم أصلا مين أنا عشان يكون عندي جديد أو أقول أي حاجة أو أديكم فكرة جديدة أو أي إعلان جديد أنا هنا بس عشان أنصحكم وأنصح نفسي نعيش حياتنا اللي عارفينها كويس بعقلنا لكن إزاي تحب يسوع من كل عقلك إزاي تحبه من كل عقلك قبل كل شيء ما هو العقل العقل هو مكان زكائك العقل هو مكان تصميمك العقل هو مكان إرادتك الفعالة العقل هو مكان الالتزام لماذا نلاقي الحب يبدأ بالعقل؟ لماذا؟ لأن فوق كل شيء الحب يبدأ وينتهى ويستمر بالالتزام هو ده الحب اللي بتسمعوه شكل تاني ده مش كلام الكتاب عن الحب في الزواج كل أساس للحب بين الزوج والزوجة مش في المنظر والجمال الجسدي ده كله هيتغير وبيتغير مش المشاعر أبدا ولا الأحسيس لأنه ممكن يطلعوا وينزلوا مش المشاعر لأنها متقلبة مش القوى الجسدية لأنها ممكن تضهور تنتهي مش الممتلكات لأنها بيكون لها جناح والطير لكن الحب بيبدأ ويستمر ويبقى وينتهي خلال قوة الالتزام وبيبدأ في العائل اشتركوا في القناة